كثيرة هي تلك المجالات التي يمكن للمرأة أن تظهر فيها مهارتها وتثبت فيها جدارتها وتاريخنا الإسلامي حافل بمجموعة كبيرة من النساء بلغنا غاية عظمى وأثبتنا جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها فيمكن للمرأة أن تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل أثرها عالمية دون إخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن ويمكن أن تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة إلى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء كما يمكنها أن تسهم في الكتابات الأدبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة فتعالج بعض الأفكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها أن تثبت فيه جدارتها دون منافس وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية أبنائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت